نشير هنا إلى الأثر النهائي لقيود التسويات على حساب الأرباح والخسائر والميزانية نستخدم بيانات مثال منشأة عبدالله للدعاية والإعلان والذي سبقت الإشارة إليه في كل العمليات السابقة حيث أن هذه المنشأة قامت بدفع مبلغ 72 ألف ريال عبارة عن الإيجار السنوي إلا أنه دفع في يوم واحد تسعة وبالتالي استفادت الفترة الحالية من جزء منه والباقي كان يخص الفترة القادمة كذلك فإن المنشأة قامت بشراء مواد ومهمات مكتبية إلا أنها لم تستخدم بالكامل وتبقى منها جزء كذلك فإن المنشأة كانت تدفع أجور شهرية قدرها 9000 ولكنها لم تدفع خلال العام إلا 100000 ومتبقي عليها جزء كذلك قامت المنشأة بتأجير المبنى أحد مبنيها للغير مقابل إيجار شهر قدرها 2000 وحصلت مبلغ إيجار عن 6 أشهر مقدما مرة واحدة وبالتالي كان هناك جزء من هذا الإيراد يخص العام الحالي وجزء لا يخص العام الحالي وإنما يخص العام القادم كذلك قامت المنشأة بتأدية عمليات دعاية وإعلان حصلة نقدا وكانت هناك عمليات أخرى لم تحصل بعد طبقا لهذه البيانات فإن الأثر النهائي على حساب الأرباح والخسائر يظهر بحساب الأرباح والخسائر المبلغ الذي يخص السنة سواء كان مصروفا أو إيرادا فلنلاحظ أنه كان لدينا مصروف الإيجار الذي يخص السنة 24 ألف فقط مصروف الأدوات والمهمات 4800 التي استخدمت فقط وكذلك مصروف الأجور وهي مبلغ 108 أكثر مما دفع وهو كان 100 ألف كذلك لدينا إيراد الإيجارات الذي يخص السنة كان 6000 فقط بدل من 12 المحصلة إيراد الدعاية والإعلان كان بمبلغ 264 وإنما المحصل كان 254 وهناك 10 لم تكن كانت حصلة بالنسبة للميزانية التي يظهر بها الأصول والخصوم وحقوق الملكية فإنه يظهر فيها الفرق بين المبلغ الفعلي والمبلغ الذي يخص السنة فكان مصروف الإيجار الذي ضفع فعلا كان 72 ظهر منه كمصروف يخص السنة 24 ويتبقى 48 ألف إيجار مقدم يظهر ضمن الأصول المتدولة الأدوات والمهمات المكتبية التي كانت اشتريت كانت تم شراءها بـ 8000 منها ما يخص السنة 4800 إذن يتبقى أدوات ومهمات مكتبية أصل متداول قدر 3220 مصروف الأجور كان بـ 108 ألف إنما المدفوع فعلا منه كان 100 إذن كان هناك 8000 تمثل الأجور المستحقة كذلك فإن إرادة الإيجارات كانت حصلت بمبلغ 12 ألف منها ما يخص السنة 6 فقط إرادة الدعاية والإعلان حصل منه فقط 254 وكان متبقي 10 ألاف إرادة دعاية وإعلان 10 ألاف تظهر ضمن الأصول المتدولة حيث أنها حق على الغير أما مصروف الأجور المستحقة وقدره 8000 والفرق بين ما يخص السنة وبين ما يخص لفعلا فيظهر ضمن الخصوم المتدولة الأجور المستحقة وقدرها 8000 وكذلك إرادة الإيجارات المحصل مقدما لأن الخدمة لم تقدم بعد وقدره 6000 يظهر أيضا ضمن الخصوم المتدولة إذن باختصار فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر به المبلغ السنوي وأي فرق سواء بالزيادة أو بالنقص عن هذا المبلغ السنوي والمبلغ الفعلي يظهر ضمن الميزانية يظهر ضمن الميزانية ضمن الأصول المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة ويظهر ضمن الخصوم المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة